صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بضعتك المظلومة المقهورة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ويا عبرتان كل مؤمن ومؤمنا غريب مظلوم كربل ما خاب من تمسك بكم وامنا يا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيم الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطمين يا فاطم والقائلين يا لفاطمين آذيتنا في طول نوح دائمين وحنيني ومجمعي حطب على الدار التي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة دار والمسقطين لها أعزجني مأجور مأجور هييني والقائلين إمامهم بنجاده والطور تعدو خلفهم برنيني خلوا بنعمي خلوا بنعمي أو لأكشف بالدعاء رأسي هييني هييني ما كان ناقة صالحا وفصيلها هييني هييني بالفضل عند الله إلا هييني هييني ورنيات ورنت إلى القبر الشريف بمقلة حرة ودمع مكمدين وحزيني هييني الضرب ألمها وسوى دمتنها يا الضرب ألمها يا 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 وسوى دمتنها وسقوط محسنها يجددوا حزنها يا يا الصرخت ونادت يوم أدموجفنها صبت علي مصائب تحفظ تحفظ ويا الزراء ويا الزراء صبت علي يا مصائب صبت علي يا مصير يا ببراهي يا معقبك مظلم الدار تحكي الابنية الله يساعد البنت اللي تفقد أبوها شلون إذا كانت فاطمة فاطمة عمر ثمانطعش سنة بورد الشباب ولكن هذه الورد قتلوها أسقطوها ضربوها تقلنا يا ابو براهيم عقبك مظلمة داير تدرج صاير يوم الهجمتي لنصاير هي والله والباب بحطبها رادت حرج بنار والدخان من قبار غدت رنبويا يا ابويا يا ابويا ابويا قمت للباب لكن ما علي حجا يا ابو حسبي الرجس من لذة خلف الباب اوالي اوالي عصرني عصرني وكسر الظلعي اوالي عصرني وكسر الظلعي وصدر عاب بالبسماء اوالي عصر نعاب بالبسماء يا عيار اجنيني ايست مني ايوجنيني اي سي اييت مني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم إنما هم مشروع رباني لهذه البسيطة خلقهم الله تبارك وتعالى ليكونوا مناراً ونوراً للأمم لم يكون لفترة دون أخرى ولم يكون لعصر دون آخر وإنما في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مرحلة مشروع رباني لتوجيه وترشيد الأم بما أن الأم صلوات الله وسلام عليهم هذا المشروع الإلهي هنا السؤال نحن كيف نفهم الأم عليهم السلام كل إنسان يفهم الإمام المعصوم بطريقة خاصة ولكن يا ترى هل نحن نفهم الأم فهماً صحيحاً؟ إذا كان الفهم صحيح كان التعامل مع الأم تعاملاً صحيحاً لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأن اليوم التعامل مع الأم تحول إلى تعامل صطحي تعامل ظاهري لما نذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام كيف تفهم الإمام الحسين؟ حتى أقول لك كيف أنت تزور الإمام لذلك تلاحظ البعض لما يذهب إلى زيارة الإمام جماعة رايحين للزيارة يا أبا إحنا رايحين يلا نطلعوا إياكم والله نغير جو البعض يعتبروا صفرة ترفيهية البعض يقول لك أحسن ما قاعد خلي أزور تارة أقول الحسين بن رسول الله هو له حق عظيم علي الواجب علي امتثالا لأمر الله ولرسول الله ومولاة فاطمة والأئمة أن أذهب إلى زيارته هذا معنى وذلك معنى لما تدخل للزيارة كيف تدخل؟ تدخل بأي حالة؟ بطهارة؟ بسبق ذكر واستغفار؟ هذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يزور الإمام الحسين إذا دخل كربلا اغتسل بماء الفرات ثانيا مشاه حافيا ولا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا وهو ذاكر لله بكل وقار وسكينة يا ترى هل نحن هكذا نتعامل مع الإمام الحسين؟ يأتي ثمانية عشر عام عشرين عام ثلاثون عام للزيارة ولكن هو لا يفهم الحسين بس يدر الإمام الحسين قتل في سبيل الله هل هذا يكفي؟ اليوم الناس اللي يزورون الإمام الحسين ستمائت كلمة ترماشي يقول وصلت إلى كربلا قلت له أبا عبد الله أنا وصلت مع السلامة لأننا لا يفهم الحسين أطوب عند الإمام نسولف نضحك نايم بالصحن قدمه باتجاه ظريح الإمام الحسين يطوب عند الإمام سوالف سوالف الدنيا وقعده وسوالف وضحك بمحظر سيد الشهداء هذا فهم للحسين؟ نحن نعرف الإمام الحسين؟ نحن نفهم الإمام؟ شايفين لما يذهبون إلى الضريح هذا يجر وذاك يجر وضغط وكذا ويضرب على راسه زين أنت وين رايح؟ حتى الصراخ عند سيد الشهداء لما يقف الإنسان عند الإمام الحسين ويزور شايفين عموم الناس؟ يصيح لبيك يا حسين صيح يم الضريح ليس الحق هو ذلك حتى الصلوات بصوت عالي عند الإمام لازم خشوع وبكاء وخضوع ودعاء لازم تشعر بنورانية تشعر بروحانية تشعر بانكسار قلب أنت عند ظريح سيد الشهداء الآن واحد واقف يمك يرد يحكي وياك يصيح بصوت عالي تقول لها شبيك مو أن يمك ليش تصرخ بصوت عالي؟ نحن في محظر سيد الشهداء كربلاء حرم الله وحرم رسوله كربلاء المدينة المقدسة أنبياء الله يستأذنون من الله في زيارة الحسين ملائكة السماء يقول لإمام الصادق فوج صاعد وفوج نازل الإمام الصادق يقول المكان الوحيد في عالم الوجود المكان الوحيد أنك إذا دخلت تستقبلك الملائكة وتسلم عليك الملائكة وتصافحك الملائكة وإذا مرضت تزورك الملائكة وإذا مات الإنسان تشيعه الملائكة ومن جاء إلى كربلاء لا يعتبر من عمره ذلك وإذا أراد أن يخرج من كربلاء يأتي إليه ملك يقول أن رسول الله يسلم عليك ويشكرك لزيارتك لولده الحسين هذا المعنى أين وجدناه؟ وين سامع هذا الحديث؟ سامع عن نبي عن إمام عن ولي فقط في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق لما يمشي إلى الإمام الحسين حافيا وبكل خشوع ووقار وسكينة وذاكر لله أنا أطلع من بغداد إلى كربلاء بيدي سبحة لازم أنا أقدر أسوي ألف وألفين استغفار وصلوات لما نسوي مئة مرة استغفار يعني مساحة ذنوبك لما تسوي صلوات يعني بدأ النور يشع من قلبك بعد أكثر من ذلك الذي يذهب إلى زيارة الحسين كيوم ولدته أمه طاهرا مطهرا سؤال نحن كيف نفهم الإمام الحسين ذاك الإنسان يقول أنا بالمواكب أجي أدخل عند الإمام الحسين أطلع من الحسين عليه السلام عند العباس أخاف من عنده لأنه عندي ذنوب بالله عليكم هذا يرضي الحسين نحن الإنسان اللي يأكل أموال الأيتام اللي يأكل أموال الناس اللي يعتدي على الناس اللي يتكلم على الناس اللي هو مليء بالذنوب والمعاصي ويذهب إلى الإمام الحسين شلوني يواجه الإمام الحسين أنت اليوم قاعد الآن بالقريعات في بغداد الآن قاعد في أستراليا بس بالطائرة 18 ساعة نقرأ في الزيارة أشهد أنك ترى مقامي وترد سلامي وتسمع هذا وين الإمام يسمع كلامك ويرد سلامك وينظر إلى مقامك هذا وين يعني أهل البيت شلون فهمناهم كيف فهمنا الإمام الحسين سؤال آخر الإمام الحسين هو عشرة محرم فقط أو عاشوراء أو محرم صفر أو أن الإمام الحسين كما يقول الإمام أرواحنا لترى بمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه يقول فلأن دبنك صباحا ومساءة يعني شنو باللغة العربية نحن مع حضور سماعة الشيخ الأنصاري أستاذنا شنو تفهم من هذه الكلمة فلأن دبنك باللغة العربية يعني لأنادينك زين في عشرة محرم لا الإمام عجل الله تعالى فرجه الإمام المهدي يقول في طيلة أيام السنة يوميا صباحا تقول يا حسين ومساءا تقول يا حسين نعمل هذا نحن العمل نحن نتعامل مع الحسين بالمواسم الإمام الحسين في كربلا أنت الآن في جامع عليباش تشعر بوجود الحسين أو لا يوم اللي أنت في البيت تشعر أيها الشاب أنت قاعد أمام الأنترنت وقاعد على مواقع التواصل أيها الشاب قاعد على الأفلام قاعد على هذه البرامج في الأجهزة الذكية تشعر بأن الإمام الحسين يشاهدك ويطلع عليك أم لا إذا ما تشهد هذا مشكلة هذه لدينا مشكلة كبيرة فهمنا للأم سلام الله عليهم ليس فهما صحيحا شلون تفهم الإمام الحسين أنت؟ شلون تفهم الإمام الحجة بالله عليك الشاب اللي ما يصلي صلاة الصبح يقول اللهم عجل لوليك الفرج من يظهر الإمام؟ وين أن صار الإمام الحجة؟ أنتم شاهدين شبابنا؟ الله يحفظهم إن شاء الله شاهدين شبابنا؟ كم منهم يصلي هذا الصدر اللي الصيح تضرب على صدق الصيح يا حسين يا حسين الحسين يقول لك أين صلاتك؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة؟ وين الصلاة هذه؟ شبابنا وينكم عن الصلاة؟ شبابنا وينكم عن المساجد؟ تسهر بالليلة ساعة ثلاثة بالليل نص الليل تسهر وقاعد على القنوات ومباريات إذا قلنوا لك اليوم الريال أو البرشلونة أول الناس تقعد تشوف المباراة وصلاتك وينها؟ الله وينه؟ محمد وينه؟ عليهم أميرهم وينه أمير المؤمنين؟ يا ناس وين الإمام الحجة؟ والله الإمام يتألم من عنده الله يعين الإمام الحجة علينا شلو أننا نتعامل مع الإمام الحجة؟ بعدين أقول لك شاه الله أنت لازم باليوم مئة مرة تقول شكرا لله أنه ما كنت في عصر مولاتي الزهراء الذين هجموا على دار فاطمة في بعض الروايات أربعة آلاف واحد إذا ذاك الوقت أنت كنت وين كنت موجود؟ مو يمكن تكونوا إياهم وأنا وياك بعد الإمام الحسين شمو أحط العوية؟ مو أكثر من ألف ومائتين؟ من مكة والمدينة؟ ليش الشهداء 73؟ 72؟ وين البقية؟ يعني إذا كنا مع الحسين من يقول إحنا ما كنا مع يزيد؟ من يقول الآن إذا ظهر الإمام؟ عجل الله تعالى فرجه من يقول أننا لن نكون مع السفياني؟ هذا اللي يصلي هذا اللي ما يصلي ويوم يصلي ويوم ما يصلي يوم اللي كأنه عنده امتحان يقول لك واحد ترك بالامتحان إحنا كلها ترك صلاة الصبح ما نصليها أغاني نسمع مدبلج نشوف بحش مبقى؟ وما الحرام هم ناكل وفساد عداري عدنة بحش مبقى؟ ش مبقى هذا؟ ش مبقى عدنة؟ يقول لك يا بالعالم كلها قاعد بوك إذا كي يغلط أنت لاش تغلط؟ عم توكل مرتك وجهالك؟ خبز يابس ولا توكلهم مال الحرام؟ تدري وين يطلع مال الحرام؟ إذا التعبالك ذول اللي سارقين العالم وين رح يطلع؟ رح شوف بنته هذا اللي يسرق من الناس رح شوف بنته وين رح تطلع؟ رح شوف ابنه بعدين وين رح يطلع؟ وشوف نتيجتهم وين رح تطلع هذا ولا الناس؟ تصور فلس واحد رسول الله يقول الجسم ينمو على اللقمة الواحدة لذلك كيف نفهم؟ أرجع وأسأل هذا السؤال نحن كيف نفهم لأمة سلام الله عليهم؟ هل فهمنا لأمة فهما صحيحا؟ إذا فهمنا لأمة فهما صحيحا أسأل سؤال الإمام الصادق ترى كلها روايات كلها حديثنا روايات لأمة سلام الله عليهم ما عندي شيء من عندي كل منهم سلام الله عليهم الإمام الصادق يقول إذا دخلت عند الحسين وين عندك ألم؟ راسك وجعك؟ عيونك وجعك؟ إيدك؟ صدرك؟ خليه على الظريح هذا جسمك خليه على الظريح سيدي الشهداء؟ ولما تطلع أرجع القهقرة يعني شنو؟ شايفين لما تروح زيارة الإمام الرضا؟ إذا مرايح الله يرزقك وإذا رايح الله يرزقك أيضاً لما البعض يروحون عند الإمام الرضا لما يلوف يدور عند الرأس يشوف مجموعة يخلي وجعه على الظريح ويرجع على الوراء نحن ندير ظهرنا ظهرك على من ندير أنت؟ هذا سيد الشهداء هذا الإمام الحسين هو طفل صغير يدخل على رسول الله رسول الله يقول أهلاً بزين السماوات والأرض طفل صغير سيد الشهداء أبي بن كعب قاعد عند رسول الله يقول يا رسول الله أنت زين السماوات والأرض هذا طفل قال بل هو الحسين بن علي أن أهل السماء يعرفونه أكثر من أهل الأرض مساكين إحنا أهل الأرض ما نعرف الإمام الحسين ولا نعرف التعامل مع سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم هذه وين المشكلة مشكلة بالفهم إذا ما أعرف الإمام الحسين أتعامل مع أهل البيت بالمناسبات فهمي لأهل البيت بالمناسبات بعد أعطيك أكثر من ذلك تعاد روح إلى بقية لأم سلام الله عليهم لماذا أقول هذا السؤال لأنك اليوم لو نظرت إلى مصيبة السيدة فاطمة والهجوم على دار فاطمة وما جرى على فاطمة البعض يجي يبرر يقول لك معقولة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب قال أعباب خيبر يسكت لولا كتاب من هو أمير الموني يقول لولا كتاب من الله وعهد من رسول الله لأرأيتم أينا أعف ناصره الآن تراهن على قوة علي بن أبي طالب بعدين بالله يعالك أربعة آلاف واحد شلون؟ واحد العدد كبير الشيء الثاني وصي من رسول الله لذلك لما قال أمير المؤمنين هذه الكلمة قال ذلك الرجل قال أن الرجل موسى اهجموا يعني كل شيء ما يقدر يسويه هذا لولا كتاب من الله مو علي بن أبي طالب يشكك في شجاعة أمير المؤمنين بعدين أمر آخر الإمام يريد يبين دناءة القوم شلون يبين دناءة القوم؟ سؤال شلون يبين خصة القوم؟ راد يبين هذا الجزء من بيان حقيقة أولئك الناس أراد أن يبين هؤلاء هكذا تعاملوا مع مولاتي فاطمة الإمام الحسين جزء من واقعة الطف الناس كانوا مغرورين ببني أمية الإمام الحسين شلون يكشف حقيقتهم بما جرى في كربلاء بما جرى في السبي لذلك الناس اليوم العالم الشيعة وكل المذاهب الكل يلعنون يا زيد ابن معاوية أكو واحد ما يلعنون كلهم يلعنون لماذا؟ شنو السبب؟ أهل البيت أرادوا أن يكشفوا أكو غطاء اليوم الغطاء موجود يقول لك باسم الدين باقونا الحرامية مو هذا يقولوا؟ أكو ناس كثيرين يتسترون بالدين أنت الشاب الواعي بعض الشباب هس أنا اليوم في بغداد اليوم أمشي أشوف بعض القطع كاتبيها فصل الدين عن السياسة وعن الدولة وبعدين فصل الدين عن التعليم أخويا إذا ماكو تعليق دين للناس إذا واحد ما يعلمهم الفضيلة والأخلاق والتقوى والمحبة الناس شنو راح أصار فيها؟ همجوا الرعاء تدري يعني شنو الدين؟ أنا أتكلم هالكلمة للشباب وسيما لشبابنا المثقف الواعي أتكلم مع الشباب الأكاديمي أيها الشباب الدين لا تأخذه مني مو أنا الدين ولا إنسان آخر الذي اللي عنده لحية مو كل واحد خلى لحية يعني عنده دين مو كل إنسان تظاهر بالدين يعني متدين الدين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الدين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيدتي ومولاتي فاطمة الإمام الحسن المشتبى الإمام الحسين الإم سلام الله عليهم ومن يسير على منهجهم إذا الإنسان يتظاهر بالدين يزيد أيضا كان أيضا كان يتظاهر بالدين أقدر أقول هذا فإذا الدين هو يزيد مو كل إنسان نعم باسم الدين فعلا كلمة صحيحة هذه تظاهروا بالدين وسرقوا الناس ولكن الناس لازم اليوم عندهم وعي أنت الإنسان الشاب أنت الإنسان المثقف اليوم أنا يدخل بغداد أركب التاكسي واحد أسائل بالتعامل أركب التاكسي ثاني هم أساء بالتعامل أقول كل التكاسب بغداد مو زينة تقبل هالكلمة أنت يقول لا عمي مو كلهم مو زينين أثنين ثلاثة هجي عشر خمسطاعش واحد هجي المئات مو هالتعامل عندهم أنت إذا شفت واحد تظاهر بالدين وأساء إلى الدين أنت تحسب على الجميع يا أخي الدين هو اللي زوجك الدين هو اللي زوج أمك وأبوك الدين هو اللي يحفظ على عوائلكم على أهلكم اللي يجعل الفضيلة والتقوى والخير والمحبة منه العلمانية تجعل اللي ما عندهم دين هذول ما عندهم شي يريد يسوون يريدون يدمرون المجتمع هذول يريدون الإنحلال الإنحلال يعلم منه يعني يزيد يشربون خمر على راحتهم يريدون يلعبون على راحتهم وأن لا إذا الإنسان تظاهر بين يقول يا أبا هذا المتدين شوفوا ما سووا به لا أخي مو متدين هذا هذا متظاهر بالدين الدين الحقيقي لا يعرف بالرجال وإنما بالأفعال فعل الإنسان يدل على أنه هذا ينتمي للدين أو لا الدين المقياس الرئيسي المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام هؤلاء هم المقياس الرئيسي هذا يحتاج وعي اليوم شبابنا لا يصير هذه الحركة وصيرها موجة اليوم لما أي حركة أسويها لازم بوعي أيها الشاب انتبه لا تمشي وراء انفعالاتك لا تخلي الناس اليوم الجرة كمين وشمال اليوم لما تتخذ خطوة أقعد وفكر يقول لك الناس طالعة وحشر مع الناس يعيد لا مو حشر مع الناس يعيد حشر مع الناس بلاء مصيبة كارثة أقعد فكر بعقلك اليوم عندنا مشكلة شنون نقدر نعالج هذه المشكلة هذا الواقع الموجود عندنا مشكلة ولا ما عندنا مشكلة عندنا مشكلة سؤال من اجاب المشكلة على رأسنا احنا جبناها احنا جبناها اليوم الأحزاب التي تدعي الإسلام أثبتت عمليا فشلها شنو الحل الحل موجود الحل اليوم الزيحهم وتأتي بالكفاءات أخي نحتاج كفوق في وزارة النقل كفوق في وزارة التعليم كفوق في وزارة النفط كفوق في كل الوزارات إذا نترك هالمحاصصة أو هالبلاء البلو أصلا شنسو مجلس النواب احنا خوية شنسو مجلس النواب ما نحتاج جز مجلس محافظة شنسو بي احنا نحتاج كفاءات اليوم عندنا رجال موجودين بالبلد والعراق مليء بالكفاءات جيب كفاءة وصعدة ونزلوا انتخبة بطلوا من ورا هذه باشر انتخابات همت انتخبوهم وبعد يوم يطلعوا المظاهرات من عندنا هذا من عندنا غلطنا من عدم وعينا من عدم ثقافتنا تعال ابدأ بالحل ولكن يوم اللي تدخل المصالح اتدمر مجتمعنا ارجع تشوف اليوم نحتاج الى وعي نحتاج الى ثقافة هذه الثقافة وين اليوم ليش تعاملنا مع اهل البت أسأل سؤال اليوم اكو عقد عقد تجاري او غير تجاري عقد الان انت تقرأ عقد بين انسان وانسان عقد تجاري مثلا لمن انت تقرأ قرأ عادية تفهم اكو هذا عقد ولكن لمن تطيل اهل واحد محامي تسلون يفهمه المحامي والقانوني لمن تعطيه العقد يفهمه بطريقة ثانية اليوم الاسلام اذا اردنا ان نفهمه ونقرأه وين نقرأه منو يقرأه اسألك سؤال كل من يتكلم بالطب طبيب كل انسان اللي يتكلم انه في القضايا الطبية هو يفهم بالطب لا الطبيب انسان اخر الدكتور انسان اخر رجال صاله ثلاثين اربعين سنة تعبان على نفسه واصل لهذه المرحلة اسا احنا الان لمن اقعدوا بمكان خلي واحد يقول عندي وجع راس شوف كل هصير اطباء كل واحد يقول اسوي شغلة خلي يقول واحد ايدي توجعني كل واحد يصير طبيب في قضية الفقه وقضية الدين او نفس المشكلة يا اخي احنا ديننا خو ما ناخذ من اي انسان من الذي يفهم الدين الفقيه العالم مرجع التقليد مو اي واحد يتكلم باسم الدين احنا صفقنا له ومشينا وراه واعتبرنا كلامنا صحيح اسا المشكلة بعض اهالينا وبعض مجتمعنا تدري من وين ياخذ عقله ياخذ من هذا السي جي شاف السي جي هذا الشريط بالقنوات الفضائية من هذا السي جي يكتبون رسالة يبعثون وياخذ عقله وفكرة وثقافته من هذا يقول له اخذ الاستخارة رحم الله والديك اردى شوف هاي الشغلة عمي احنا شوقت نبطل من السوالف شوقت لناخذ الفكرة الصح اليوم كل واحد من عدكم يجب تقليد المرجع ولازم يقلد مرجع يا اخي ليازم يكون في بيتك اليوم رسالة عملية للمرجع اللي تقلده يعني معقولة انا ما فهم الرسالة العملية لا عشان افهم واذا ما فهمت اسأل هذا الجوجل اكتب مسألة شرعية وسب وكتب اسم المرجع اللي تقلده اكتب مثلا مثلا التيمم اكتبس من مرجع على جنبه وادخل على جوجل رح تطلعك المسألة ماكوش اليوم ما نقدر من عرفه حتى الانسان يحاسب لا تقول لي ما ادري يوم القيامة تقول لي الهي ما تش تأدري يقول الله هل لا تعلمت ما نقول لك ما تتعلم اليوم لازم تتعلم لازم تتثقف العالم اليوم لما نوصل الى الاجهزة الحديثة قل لي يا با هذا نصب لي الواتساب هذا الفايبر نزل لي هالبرنامج شوف ياخذ الطفل هالكبرى يا تتتتتتتت دخل لك هي ليش احنا ما نعرف أيشونا نحن اجزة أساتذة بيها ولكن يوم للنور نرح للدين تيمم تقول للشاب تعرف تيمم يقول شنو تيمم تقول له تعرف تخصيل يقول خلال رح جولدوش غير هو هذا من يدري شاكم ماركو يا با وضوك تعالوا تعالوا على توظى تعرف تتوظى الله وكلك أنتو الآن سووا تجربة من ثلاثة من المؤمنين من أعمدة المسجد خليوا يوقفون يشوفون الشباب كيف نتوضع أسألهم سولت برنامج تعليمي مباشر نسبة كبيرة من الشباب وضوما يعرف توضع قل قرأ لي سورة الحمد ما يعرفها مشكلة عندنا مشكلة إحنا وبعدها نحش بالدين وبعدها نتكلم بالدين وهذا أهل الدين كذا تعال تعال أنت تشتفهم من الدين فإذن اليوم فهمنا للدين هل فهم الفقيه هل فهم العالم هل فهم مرجع التقليد مو كل إنسان اليوم إجا يتكلم وصار يتكلم على كيف يحلل التأريخ ويحلل عقيدتنا على كيف ويتكلم اليوم عندنا فقهاء عندنا مراجع إذا اليوم أنت ما تتبع المرجع أي عمل تقوم به باطل لا قيمة له لأن الإمام يقول فارجعوا إلى رواة حديثنا في الغيبة الصغرى ترجع للإمام سبعين سنة الإمام عنده سفراء عجل الله تعالى فرجه ولكن في الغيبة الكبرى ترجع للمراجع إلى علمائنا زي العلمائنا شلون يتكلمون عن الأمة شلون يقولون من هم هؤلاء الأمة أرجع وأقول كلتنا اليوم لازم نفهم الأمة بطريقة أخرى يعني مثلا الآن هذه أيام الفاطمية هي السيدة الزهراء بس أيام الفاطمية إيهو هذا واقعنا الآن أصلك سؤال استشهاد الإمام الهادي من يسأل من يشوف من يدري من يحضر رايحين على الدنيا ورايحين على فليساتنا ما يخالف روح اشتغل الكاسب حبيب الله ولكن أعطي مجال لآخرتك الإمام الهادي من هو من يدري إمام العسكري من هو من يدري أهل البيت من هم حتى اللي نعرف ما نعرف شبقى من أهل البيت قل إنما أنا بشر مثلكم يعني شنو مثلنا يعني في جانب هو مثلنا وليس بمثلنا مثلنا أكو جنب بشرية وليس بمثلنا هو نور رسول الله نور رسول الله نور أمير المؤمنين نور فاطمة مولاتي خلقت هذه الأنوار الثلاثة من نور الله تبارك وتعالى هذه أنوار هذا جانب بعدين نقول إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يعني شنو يعني أكو مثلكم في أي شيء يعني نحن نفهمكم احنا نعيش مشاكلكم احنا ندري انتو ش تفكرون احنا ندري شنو تذكيركم عقليتكم ندرككم مو مثلكم يعني مثل تركيبتكم لا أهل البيت من أنوار الله تبارك وتعالى لا يقاس بهم البشر بس أقول هذه الكلمة اليوم طالب جامعي يسألني يقول شيخنا أنا أدرس الفلسفة وأفكر في الله يا أخي لا تفكر بالله تفكيرك بالله يبعدك عن الله تبارك وتعالى نعلم أن الله كائن أجلي حقيقة أذلية هو هذا يكفي بعد لا تفكر أكثر إذا أجاك التفكير اقطع للسرسال سوي عمل آخر فكر بشيء آخر اقرأ شيء آخر اقطع هذا التفكير السلبي عندنا اليوم بعض شبابنا يقول عندي أفكار سوداوية سلبية تجيني لا تروح وراء الفكر السلبي هذا إذن تعالوا اليوم خلي نفهم أهل البيت أهل البيت كيف كانوا مو حقيقتهم ليش أقول هذا الكلام خلي أوضح الفكرة أكثر هذا الكلام أقوله مو سمعت المحاضرة ورحت أريدك بعد تروح تبحث بعدي بعد المجلس هذا تروح تبحث تبحث وتقرأ يعني مثلا أكو كتاب للسيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه هذا رجل عندك كتاب فاطمة الزهراء من المهدي إلى اللحن هذا موجود بالانترنت اقرأ الأهلك جيب الكتاب اشتريه وجيبه بالبيت خلي قروه أولادك وبناتك علي من المهدي إلى اللحن الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور السيدة زينب من المهدي إلى اللحن هذه موجودة الكتب وكتب أخرى أيضا موجودة أخذ تاريخ الأئمة قبل ما تروح الإمام الحسين اقرأ تاريخ الإمام الحسين اقرأ كتاب كامل الزيارات أعيده كامل الزيارات حول عظم الزيارة الإمام الحسين حتى لما نذهب للزيارة نعرف نحن أين ذهبنا هذا الفهم نحتاجه هذا الوعي أخي لا تقول لي عندي شغل شغلك عمرا ما يخلص لا تقول عندي التزامات الغربيين أجلكم الله حتى بالحمامات وبالتوالي تعدهم مكتبة أيضا طالعوا ثقفوا أنفسكم إحنا مجتمع لا يقرأ هذه مصيبة هذه كارثة اليوم خلي من وقتك ما أقول لك ساعة تقول لي ساعة ما أقدر ربع ساعة عمي والله قبل عشر دقائق عشر عشر دقائق طالعوا خلي نقرأ خلي نقرأ تاريخ أهل البيت خلي نقرأ عقيدتنا خلي نقرأ ثقافتنا أيها الشباب أنت اليوم لازم تأخذ العقيدة الصحيحة من مصدرها الصحيح هم أهل البيت وقال لقنوات الفتنة تشتغل 24 ساعة هذا لازم احنا اليوم نفهم أهل البيت بهذه الطريقة هسه يمكن تقول يعني شنو قل أوضح لك أكثر مالك الأشتر شرائك فيه احنا مرأينا فيه أمير المؤمنين لما قتل قال أمير المؤمنين كان لي كما كنت لرسول الله مصحيح هذه كلمة قليلة أمير المؤمنين كم له من المكان عند رسول الله يقول كان لي مالك كما كنت لرسول الله سؤال مالك لم يكن حواريا لعلي أمير المؤمنين لماذا تروح إلى مثلا صعصة بن صوحان كان له منزلة عظيمة بس مو حواري تروح إلى كوميل بن زياد صحابي مهم ولكن مو حواري حتى عندنا في الروايات أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يأخذ بالليل خارج الكوفة ويحكي ويعطي بعض الأسرار اسمه حواري ليش يمكن أكو أسماء نادر اللي يعرف أكو شخص اسمه عمر بن الحمق الخزاعي كان من حواري أمير المؤمنين أو أويس القرني أو ميثم التمر بس ميثم نعرف التمر ولكن لا نعرف حقيقته أو محمد بن أبي بكر ما نعرف عنه شيء ولكن لماذا واحد من الأسباب ما عندي إحاطة كاملة ولا احنا نقدر نحيط لماذا لم يكن حواريا شنو يعني الحواري الحواري احنا عدنا أصحاب وعدنا حواريين الأصحاب اللي بالقمة يسموهم حواريين رسول الله كم صحابي عنده في بعض الروايات ميتين وخمسين ألف صحابي كم من هو الصحابي حتى تعرف الصحابي لمن يقال لمن شاهد النبي واستمع إلى حديثه هذا يسموه صحابي اللي مو يشايف النبي شايف الأصحاب يسموه تابعي تابعي هذا الفرق بينهما الآن كم حواري عند النبي عنده ثلاث ميتين وخمسين ألف صحابي ثلاث حواريين منه سلمان أبو ذر المقدان زين تعال مثال نضرب مثال مثال مالك الأشتر مالك الأشتر شنو قصته هلك الإمام يتكلم عنه أنه كان لي كما كنت لرسول الله زين وين المشكلة كان يفهم الإمام كان يفهم الإمام بس ما كان يفهم الإمام مثل أويس القراني أويس إجع عنده سيفين على كتفه قال يا أمير المؤمنين أمدد يدك لكي أبايعك قال تبايعني على ماذا قال على أن أبذل مهجتي دونك هذا نموذج مو مالك كان يقاتل حتى بالرواية بحرب الجمل هو راح ويه الإمام الحسن وأكو رواية ويه عمار راح إلى الكوفة سقطها للكوفة سقطها مالك هو دخوله دخوله مالك للكوفة سقطها طلع خمسة آلاف مقاتل وأكو رواية تقول لك طلع تسعة آلاف أو اثمعش ألف مقاتل حتى الناس اللي يحشون على أهل العراق ويقول لك ذو أهل الكوفة أمير المؤمنين عافي المدينة وسكن بالكوفة ليش سكن بالكوفة الإمام علي لما كان عنده قتال والمقاتلين من ويطلعهم يطلعهم الكوفة نعم ذاك الوقت الكوفة مو مثل الآن الكوفة ولا تزر وازرة وازرة أخرى الكوفة الآن كلها شيعة علي كلها تصيح يا علي ذاك الوقت كان بهم مختلف المذاهب سنة وشيعة ويهود ونصارى وصابئة كل المذاهب كل القوميات كانوا موجودين ما كانوا مثل الآن فالتركيمة مختلفة متعددة لذلك أجوا بنو أمية عملوا تهجير خمسين ألف واحد من شيعة أمير هجروهم من الكوفة حتى يخلون تخلوا الكوفة من شيعة علي على كل حال الناس في عهد أمير المؤمنين بدأوا يرحلوا إلى إلى من؟ إلى معاوية إلى الشام إيجا مالك قال يا أمير المؤمنين فرق بالعطاء هذه مشكلة لمن الإمام يعطي أمر يعني ماذا؟ التسليم ما لازم تقول للإمام المعصوم ليش؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ الأفضل أن تعلم هذا شنو قال للإمام الحسن إلى سفيان ابن أبي ليلى لما دخل عليه دخل على الإمام بعد صلح مع معاوية قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين الإمام يتحمل من العدوة لمن القريب الله يعيني لأمة دخل عنده قال لأدخل دخل عنده قال ماذا قلت؟ أعاد عليه قال له يا ابن أبي ليلى أنا أهل بيت لو وجدنا الحق تمسكنا به يعني ما يريد تعلمني وين حق وين باطل مو شغلك هذا أنت اليوم لما يأتي مالك يقول له يا أميرة المؤمنين فرق بالعطاء شوف الشام قاعد يفرقون أنت فرق بين العربي وغير العربي بين القريشي القرشي وغير القرشي بين العبد وبين مولاه فرق بالعطاء الناس كلها راعة الإمام يعلم إش كثر قريب من الإمام مالك ولكن إش قدل إلى مكانة عظيمة ولكن غفل عن ذلك الإمام شنو قال له قال أني لا أطلب النصر بالجور في من وليت عليه فلو كانت هي أموالي لساويت بينهم فكيف وهي أموالهم هذا من يفهمه من يفهم هذه الدرجة يفهمها ميثم التمار نصبوا على النخلاء قطعوا يديه ورجله أنت الآن إيدك تنجرح شوية تقلو بالدنيا دم ما دم وتمرهم وتضميد قطعوا رجلين وإيدين ويذكر فضائل علي بن أبي طالب ما يقول آخ ما يقول لأتألم يا ناس خلصوني لسانة ينطق بفضائل علي إلى أن أرسل من يقطع لسانة وين هذا تصور حواري شنون يصل لهذه الدرجة إذن اليوم نحن نحتاج أن نفهم فاطمة القرآن يقول انقلبتم على أعقابكم هذا يحتاج إلى كل إنسان مسلم شنو انقلبوا الناس بعد رسول الله شنو انقلبتم على أعقابكم أكو شي صاير لازم يكون أكو شي هذا الإنسان يحتاج إلى وعي يحتاج الإنسان اليوم أن نفهم أهل البيت أحبة الشباب الكلمة لكم تعالوا اليوم شوي يعطوا من وقتكم إلى أهل البيت لا تتعامل مع أهل البيت بس بالمناسبات خل يكون علاقتك بأهل البيت أنت في الجامعة أنت بالإعدادية أنت بالعمل أنت موظف خلوا علاقتكم بأهل البيت علاقة حقيقية في وجودي في كياني في سمعي في نظري في لساني في كل وجودي يتجسد محمد وآل محمد هذا هو المطلوب إذا تقربنا من فهبنا إلى أهل البيت لذلك القرآنش يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هسا المسكين واليتيم فهمناه معنى ليس بأمر هي طعامهم وإفطارهم الطولة هؤلاء زين الأسير من هو الأسير أقروا باللغة العربية الأسير هو المحارب العدو يعني إنسان محارب ومقاتل وضدهم أعطوا طعامهم لعدوهم من يسوي هذا العمل تسوي أنت عدوك تطيع طعامك متأكل أنت مو شوية يأكل ويعطيه كل طعام يعطى لعدوه أسيرا هذا إنما نطعمكم لوجه الله فهمتم أهل البيت عرفنا الآن أهل البيت منهم و لذلك كلما لا نفهمهم كلما نبتعد عنهم كلما هناك بونا شاسعا بيننا وبين أهل البيت تعالي الحسين لن نتعامل ويا بسب محرم خلي كل أيامك الحسين في قلبك تعالي تعامل مع الإمام الحسين يقول الإمام الرضا أن يوم الحسين أقرح حجفوننا هذا البكاء على الحسين البكاء والتباكي ترى مو عيب بالعكس البكاء يطهر قلبك البكاء يغسل ذنوبك يعني تارة تقول أستغفر الله وأتوب إليه الله يغفر لك وتارة تبكي على الحسين هذه الدموع أيضا غفران للذنوب أنت لما تبكي تقرأ دعاءكم وتبكي تشعر بروحانية اقرأ دعاء الندبة وابكي تشعر بقرب من الإمام عجل الله تعالى فرجه تعالوا اليوم شوي اقرأوا ما قالوا أهل البيت شوف أهل البيت يفهمون الإمام الحسين يفهم بعضهم بعضا لذلك يتكلمون بأمور نحن لازم نرفع مستوانة نحاول أن نرفع مستوانة يقول لأن يوم الحسين أقرح جفوننا يعني مو بس دموع هكذا أقرحه صار قرحة من كثرة البكاع وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بيوم كرب وبلاء تشوف الإمام مثلا تروح إلى الإمام الجوان سلام الله عليه تروح إلى الإمام الباقر شوف المجالس اللي قيموها أهل البيت على سيد الشهداء سلام الله عليه يقيمون هذا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يتذكر مصيبة أم فاطمة هو صغير بأبيه وهو أمي في عمره جالس عند الإمام الرضا أبيد هذه الخشبة نحن في محظر جواد الأم أهل بغداد نيالكم عدكم الإمامين الجوادين الإمام باب الحوائج وباب المراد إلى الله نيالك نيالك تشوف القبة وتزور للإمام الناس كثيرين محرومين لا تقصرون في زيارة الأم يقول شاف الإمام الجواد بيدة خشبة ينكت بها على الأرض ها سيدي ماذا تصنع قال له الإمام الرضا ولدي محمد ماذا تصنع قال أبا أفكر بما جرى على أمي فاطمة اشتوا بأمي ليش يجموا على الدار لماذا أحرقوا الدار لماذا عصروها كسروا ظلعها اليوم أردوديك عند بنت صغيرة ليلة الجمعة أردوديك اليوم عند بنت صغيرة حبيبة عند أمها فاطمة أردوديك عند ذيك الطفلة الصغيرة عزيزة الزهراء الله يحفظ بناتكم إن شاء الله ما تسمعن ابني فاقدة أبوها وإذا فاقدت الله يصبرها ابني عمرها ثلاث سنوات سيدتي ومولاتي أم محمد السيدة رقية السيدة الزهراء من خلال التأريخ اللاحظة لها محبة خاصة بالسيدة رقية إحنا يوم من الأيام في سوريا في حرم السيدة رقية بالليل مطفين الأضوية وهناك عوائل موجودة الطفل صغير إلى الآن أذكر اسمه عمره ثلاث سنوات اسمه علي راح عند الضريح رجع عد أمه يقول له يم أنا قاعدة أشوف طفلة صغيرة لابسة ثوب أبيض وقاعدة تصلي يم بس أكو دم على ثوب شنو هذا الدم من وين وأحد المؤمنين يقول اسمعت كأن في صحن السيدة رقية اسمعت أنين أثناء قراءة المصيبة أنين كامرأة كبيرة تبكي هذه أمنا فاطمة تبكي على مصيبة الحسين تشوف هذه الطفلة العزيزة الغالية تأتي تخلي السجادة أم أبا أبا يا حسين تجعدها السيدة زينب مولاتي يا زينب كم مصيبة تتحملين أم يا أم تقل أخويا أنا حرت وتحيرت والله بيتامك أي يلا وين اللي عنده حاجة وين اللي حاجة واحد يقول لي من الشباب قبل ما أدخل يقول ما كان يصير عندي ذرية وزوجتي كانت تتعب ولكن الله طاني السيدة رقي طاني رقي على اسم مولاتي تقل أخويا أنا حرت وتحيرت والله بيتامك ادخذنا إلى القبر يا حسين ويا يا أياك هاذي تصيح أم وين غمي وذييك تصيح فارقني بنموي أيها يجلعتي ويزيد همي علي أي لك من يدير العنلي بعد الطفلة يصير وقت الصلاة تفرج السجادة تنتظر أبوها إن شاء الله ما تسمعن ابنية تنتظر أبوها فاقد أبوها عم تزينب تقول عم أن أباكي في السفر تقصد السفر الآخر في ليلة رأت في عالم الرؤيا رقية نايمة على الأرض وجهها على التراب نظرت في عالم الرؤيا إلى أبيها الحسين احتضنها ضمها إلى صدره تقول لأبا يا حسين نور عين يا حسين انظر إلى متون عمات لقد سود من الضرب أبا انظر إلى متن هي في هذه الحالة الحسين احتضنها قامت من النوم الآن في قجر والدي الآن وجهه على التراب وين تروح وين ذهبت إلى عمتها زينب عم زينب أي نبي الحسين كالعادة قالت عم إن أباكي في السفر قالت لها لا عم أنا رأيت والدي الآن كان محتضن يا أبوي كل ما حاولت تهدى هذه الطفلة ما هدأت بكت بكت وإذا العلويات أفقنا من النوم بكاء ونحيم وصراخ يا حسين أيوا حسين وصل الصوت إلى اليزيد الطاغ قال لهم شنو الخبر قالوا أن طفلة للحسين قامت من النوم تريد أبيها وإذا باللعين قال خذوا إليها رأس بيها ابني مو شايف أبوها مشتاقل أبوها يأخذوا لها رأس وضعوه في طبق وغطوه بمنزيل جابوا يا أوشافتهم من البغي عندك حاجة أريد هالدموع هذه وهالصراخ جابوا يا أوشافتهم من بعيد صاحت هلب رأسك يا لغميد يا حلايا لعزنا بليالة العيد ليش قطعت بنا يا صنديد وتركت نوية ناس الموشة جاويد وإذا بهم جاءوا بهذا الطبق الطفلة صورت أن فيه طعام قالت عم أني ما طلبت طعام أريد أبوي مشتاق الأبوي قالت عم أن في الطبق ما تطلبين وإذا بهذه الطفلة أجركم الله رفعت المنديل نظرت إلى رأس أبي عبد الله ضمت إلى صدرها بهذه الطب بهذه اليد الصغيرة عمر ثلاث أربع سنوات أخذت أيدي الرأس الحسين ضمت إلى صدرها صارت تنادي وعبتا وحسين أبا من الذي خضب شيبتك أبا من الذي قطع وريدك أبا من الذي أيتمني على صغر سني يا والدي والله والله هظيم أه 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 ليلة الجمعة عند الحسين عند الحسين هنيا لكم يا يا والدي والله هظيم هظيم أنا صير من زغري يتيم يا والنح من عجبك لجي آه آآ آآ أثير العبو يا نايس خام خام يفيahan الأبنان وحريم يا يفيahan لبنات يا يا وحريم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أرفع أيديك بالدعاء أرفع أيديكم هنيئا لكم هنيئا لكم يا الله أرفع أيديكم بالدعاء يا حبيب من لا حبيب لا يا طبيب يا مغيث من لا مغيث لا يا أمان من لا يا ربي جميعا يا ربي 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 يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله يا سيدنا وما إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا حسين وقدمنا يا وجيه جميعا جميعا إيدك إيدك إيشفع لنا يا حسين يا وجيه إيشفع لنا يا وجيه إيشفع لنا أنت وراف عيدك يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله أطلب حواجكم إلى الله اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم ارضي عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضا اقضي حوائج المحتاجين اشف مرضانا اجعل عواقب أمورنا خيرا شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله من يكيد بهم سوءا رد كيده في نحره اجعل العراق بلد أمن وأمان يا الله من ليست لهم ذر يرزقهم الذر الصالحة حشدنا جيشنا انصرهم ميدهم سددهم يا الله أخوي وعزيزي وتاج راسي مل علي الكربلاء اليوم يخدمكم واحنا نخدمكم الله يبارك فيكم إن شاء الله اليوم الكل نعزي على سيدتي ومولاتي فاطمة الله يتقبل أعمالكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات